عندنا ثلاث إجراءات عن أولهم بسرعة أول إجراء بيقلل النهم في المال إننا لا أتعلم طريقة لاستثمار المال واستثمار الدنيا دائما لأننا لما استثمر المال واستثمر الدنيا أنا هخرج من مسألة اجتناز المال وأخرج كمان من اللهث خرف الدنيا ويبقى فيه أمور تاني الحاجة التالتة الحاجة الثانية إننا لا بد طول الوقت أكثر من حمد الله على نعمة المال ونعمة الدنيا ما أعاديش المال ولا أعادي الدنيا لكن أكشكر الله على هذه النعمة الحاجة التالتة أتصدق كثيرا عندما يكون عندي من المال ومن الدنيا وأساعد الناس ومساعدة الناس وخدمة الناس تفتح علي باب أن أعرف أن الدنيا يمكن أن يكون هناك أشياء أخرى يمكن أن تسعدني فسعدت أعرف أن الدنيا وسيلة للسعادة والإسعاد وسعدتها ما كنتش محتاج لكل هذا النهم لأن النهم ده هو اللي بيعمل لي نشوة فأستبدل هذه النشوة بسعادة عندما أرى محتاجا أو فقيرا تلمع عينه بشكر نعمة الله علي بأنه أعطاه هذه النعمة في وقتها فالحمد لله على نعمة الله والحمد لله على أنه يجعلنا نستطيع أن نخدم خلق الله والحمد لله على أنني عرفت أن المال ليس غاية ولكنه وسيلة واستطعت أن أستثمره لكي أصل إلى أن أكون مطيعا لله سبحانه وتعالى كده يبقى احنا ممكن نتعامل ونفهم حديث رسول الله عليه وسلم بفهم صحيح وإزاي نخرج من نهم الدنيا من نهم الدنيا بالنهم في العلم وإزاي كمان نقدر نستثمر الدنيا في طاعتنا وفي قربنا من الله ترجمة نانسي قنقر